موسيقى 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 اللعب البولندي والستريم المشهور لوثار دائما يسوي بثوث اللعبة المفضلة هيرث ستون في احد البثوث كان جالس قدام الكاميرا كالعادة ويلعب مبارضة شخص بعدين حس لوثار بدوخها غريبة وقال انه جالس يشوف هلوسات قدامه وبعدها بده يرتعش جسمه وزاد الارتعاش وتحول الى صرع شديد وسقط من الكرسي وبده يصارخ بعدها ادخلت عليه زوجته وشفتها في الحالة هذه وارتعت ونادت عليه لكنها ما قدرت عليها واتصت بالاسعاف لوثار الان ما فيه الى العافية وما جاءت اي نوبة سرع من بعدها شخص عادي اسمه ريكي يعني ما هو السريم المشهور كان يسوي بث وهو يلعب لعبة بوكيمان جو وفجأة هجم عليه شخص من خلفه وطيحه فيه بالارض وصرق ممتلكاته واخذ ثلاث جوالات منه كان يستخدمه عشان يلعب بوكيمان جو وهرب فيه وبعدين تشوف المجرم يهربه وماسك الجوال وطبعا البث صور وجهه وتم القبض عليه السريمر برازيلي اسمه كوين سبنتي سبن كان يسوي بث اللعبة اسمها التبية على تويتش وهو في وسط البث ومندمج في اللعبة فجأة هجموا عليه شخصين مسلحين حطوا مسدس على راسه وقوموا من الكرسي وسرقوا اوكي اخر واحد هذا رح اطول معاكم فيه شوي لان الحالة قضيه بول دينو ويعرف باسم آيس بوسيدون يعتبر ستريمر وما احترفه مشهور بدأ في لعبة رونسكيب بعد ان توجهه للعبة بوكمان جو وصار دائم يسوي بثوث في اماكن عامة وهذا الشخص منحوس جدا وصارت له مواقف كثيرة جاب العيد فيها ناس يقولون انه مظلوم وناس يقولون يستاهل مجا رأى احكي لكم عن موقفين مرعبين صاروا معاه اول موقف كان رايح المطعم ايطالي وقابل النادلة وكانت لطيفة معاه وسألها وش الاكل اللي عندكم باستا اوكي باكل باستا بعدها صار يتكلم مع جمهور بكلمات نابية بصوت عالي وواضح ان الناس في المطعم انزعجوا منها ويقول رح اكل الباستا اللعينة هذي وبينما هو يصرف مع الجمهور فجأة جا شخص غريب وقرب وجه الاذن بوسيدون وصار يهمس كلها بكلام خلى قلب بوسيدون يوقف من الخوف قال له انا جتني ثلاثين مكالمة عنك منزعجي منك وانا صاحب المطعم وفرد من عصابة المافيا فانصحك تشيل اغراضك وترحم المطعم فورا واذا ما رحلت رح يصلك حاجة ما هي كويسة طبعا ايس بوسيدون خاف على نفسه شال اغراضه وطلع من المطعم مباشرة ونوقف الثاني كان ايس بوسيدون داخل الطيارة وسوى بث مباشر بعدين سمع الكابتن يطلب من المسافرين اغلاق جميع الستاهير اللي في النافذة داخل الطيارة وبعدها ممر الوقت واحد المسافرين رفع الستاهرة وشاف فرقة السوات يحطون المكان وبعدها دخلوا عليهم والقوا القبض على ايس بوسيدون وصديقته واسحبوهم بر الطيارة والسبب انه في شخص اتصل على المطار وهددهم انه معه قنبلة داخل الطيارة وقال انه اسمه بول اللي هو اسم ايس بوسيدون الحقيقي طبعا اطلقوا صراحة بعدين عرفوا عن موضوع مكالمة وانه مو هو اللي يكلمهم وقال عنده قنبلة وهذه كانت الخلص موقف مرعب اللي صارت لستريمرز لايف قلونا اعجبتكم الحلقة او لا لا او اذا تبعونوا الجزء ثاني لها نسوي لكم اذا عجبتكم ازودونا باللايكات وما راح نقصر معاكم كما معكم في هذه الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة